معنا الآن مدخلة ومشاركة هاتفية من سعادة السفير صلاح حليما ومساعد وزير الخارجية الأسبق سعادة السفير بعد التحية يعني بدايتنا في أي سياق وفي أي إطار تضع تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وامتداد دائرة الصراع ليس فقط في غزة وإنما أيضا في الضفة الغربية المحتلة من خلال تدمير البنية التحتية وإكبار الفلسطينيين على إخلاء منازلهم وحملة الاعتقالات الوسحة هل في رأيك تعتقد أن هذا السيناريو الذي يحدث في الضفة الغربية المحتلة هو امتداد لما حدث وما زال قائم في قطع غزة؟ أنا بحضركم أستاذ المشاهدين أنا أعتقد أن الهدف الرئيسي لتنياهو حكومته اليمينية المتطرفة هو تفريغ القطاع والضفة من سكانها من خلال تسيطرة على الضفة والقطاع غورافيا وإخلاها ديمغرافيا وهذا هو الهدف الرئيسي الذي يسعى له لتنياهو حكومته والمتطرفين في الجانب الاسرائيلي بجانب بهدف أساسي وتصفية القضية الفلسطينية وليس تسوية القضية وبالتالي ما يجري في غزة من محاولات التهجير القصري والإبادة الجماعية والقتل والتدمير وكل هذه الأمور بهدفها الرئيسي كما أشرته هو إفراغ القطاع من جهورافيا وديمغرافيا بعض تصبح غزة مثلها مثل الضفة الغربية تحت سيطرة إسرائيل وهناك مشروعات خاصة بقامة مستوطنات وتوجيه مستوطنين للإقامة فيها جاهزة وتم الإعلان عن ذلك صراحة ما يجري في الضفة الغربية على مدى 75 عاما من بره أيضا تهجير وهدم منازل وتجريف أراضي وممارسة تفرق عنصرية وأيضا تمييز عنصري وتهويد للقدس وتهويد الدولة ذاتها كل هذه الأمور بتعني أيضا ما يمكن نسمي إبادة جماعية وكل هذه الأمور أيضا بتتمي في إطار مخلفة للقوانين والموثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بما يعني أن إسرائيل دولة مارقة وتمارس إرهاب الدولة ما يتم في الضفة الغربية الآن وما تم في قطاع غزة هو إرهاب دولة ويؤكد على أن إسرائيل دولة مارقة هذا على الرغم من أن ما يجري الآن من جانب إسرائيل في الضفة الغربية هو امتداد لما كان قائما امتداد لأسلوبها القائمة على هدم البناء الأساسية وتجريف الأراضي والاستلاع عليها الممتلكات وتخجير قصري وإبادة جماعية أيضا ولو بشك غير مباشر في نفس الوقت المجتمع الدولي وإن كان هناك تأييد كبير للخضية الفلسطينية جواب من خلال مواقف الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الأوروبية ومن خلال ما نراه من قرارات الجماعية العامة للأمم المتحدة ومن رأس من الثورات ومظاهرات واحتجاجات من شعوب دول كثيرة وعديدة ومواقف رسمية تغيرت لبعض الدول الأوروبية إلا أن الأمر ما زال في يد ناتنياهو بسلوبه المتعنت بهدف الرئيس الذي تحدث عنه مضحيا بالرهائن ولا يريد التوصل إلى تسوية لموضوع غزة سواء حتى بمراحل الأولى أو الثانية أو الثالث ما يدور في الغرفة الغربية من مظاهرات واحتجاجات تد ناتنياهو هي أساسا موجهة للحصول على صفقة لإطلاق صراح الرهائن أما فيما بعد هذا أمر هم الجانب الفلسطيني وهم الجانب العربي بالصفة الخاصة والقضية الفلسطينية وهو ضرورة وقف اطلاق النار بشكل دائم وكامل ومعالجة الأوضاع الإنسانية وبالتالي أيضا نفس الشيء بالنسبة للدفة الغربية هذا أمر غير مضمون حتى عندما يتم الاتفاق على صفقة في المرحلة الأولى ليس هناك ما يضمن هذا سوى ضرورة أن يلتزم ناتنياهو بما تقرر في المخترحات في مرحلة الثلاثة يعني لأنه لا يوجد من يملك القدرة في إلزام إسرائيل أو لا توجد ضمانات حقيقية لإلزام إسرائيل عندما تدخل في أي مصارى تفاوضي وخلافه سعادة السفير فيما تعلق بمجموعة الاحتجاجات ربما أو التظاهرات في الداخل الإسرائيلي وحرقات المعارضة الإسرائيلية التي توجه ضد ناتنياهو من أجل الضغط عليه في ملف المحتجزين أو الأسرة الإسرائيليين لدى حماس هل ترى أن لهذه الحرقات الاحتجاجية وقوى المعارضة الإسرائيلية لها أي تأثير ملموس وحقيقي على أرض الواقع يمكن أن تثني بن يمين ناتنياهو عن هذه الممارسات أو تجعله يحقق إنجازا حقيقيا في ملف الأسرة وهذا هو ما يعني جانب المعارضة الإسرائيلية أم أنها معارضة أو احتجاجات أشبه بتحصيل الحاصل وليس لها تأثير حقيقي على أرض الواقع لا شك أنه سيكون لها تأثير لكن لن يحقق الهدف المنشود الذي نسعى إليه كأصحاب قضية خاصة الفلسطينيون أنا أعتقد أنه لابد أن يكون هناك ضغط متنامي ومتصاعد سواء من جانب داخل إسرائيل كما نراه الآن يجب أن يقابله ويوازله وفي نفس الاتجاه ضغط قوي من جانب الدول العربية وإسلامية فاعلة وموسرة وليس فقط على ناتنياهو وإنما على إسرائيل وإنما بالدرجة الأولى على الولايات المتحدة الأمريكية لأن هناك تحالف استراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيل والولايات المتحدة أساساً بجانب بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وبس الحاضنة السياسية عسكرية وأمنية واختصادية وإعلامية لإسرائيل هذا الأمر لابد أن يكون هناك ضغوط قوية على الولايات المتحدة الأمريكية وأيضاً تحرك إيجابي وفعال من جانب الدول العربية وخاصة من دول ذات التأثير ليس مجرد إعلان بشك وإذانة وإنما بإجراءات مؤثرة وكلمة إجراءات هنا تعاني مسألة واضحة هذا كلام عميق له مغزى واضح الزلال لابد أن يكون هناك موقف عربي إسلامي يتضامن مع الموقف الموجود في الجمعية العامة في مجلس الأمن في دول العربية كثيرة أخرى أيضاً مع دول العالم أيضاً مع ثورات الشعوب وتحتجاجات الشعوب في كثير من دول العالم ومنظمات إقليمية ودولية إذا تجمع كل ذلك أعتقد ممكن أن يكون هناك أمل لأن يغاير ناتنياهو المقصد الذي يسعى فيه للحفاظ على حكومته أشكرك جزيل أشكراً سعادة أسفير صلاح حليم مساعد وزير الخارجي الأسبق شكراً جزيلاً لك على هذه المدخلة والمشاركة معنا شكراً لكم